اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني اداة للنفخ كما سنرى الصورة صنق انها رنت او انها صدر منها صوت بيان اذا صنق بيان يعني انها ارنت او اعطت صوتا من بعيد دون لا فالي دون لا فالي اذا هذه الادوات تسمى تخامب تخامب انستريمون يعني انها ادوات على شكل خرطوم كما نرا في حين هذه تسمى تخامبات خريطين تسمى تخامبات يعني هي التصغير لتخامب ايضا تخامب ممكن نطلقه على هاد قناة تسمى مثلا تخامب دفالوب يعني قناة فالوب ايضا ممكن اننا نسمى هاد الجزء تبات الحال الامام للفيل يسمى تخامب تخامب دون الاليفان اذا او مام مام يعني في نفس اللحظة ان تخامب يعني ادات من الادوات التي رأينا صونة يعني سومي على صوت بيان لوا يعني يعني بعيد جيدا دون لا فالي لا فالي هو الوادي مثلا هاته المنطقة المنخفضة تسمى لوا يعني تطلق على كل الاماكن المنخفضة التي تكون بذا الشكل اذا نسميه وادي اذا لا فالي اذا امتبعت الحال ان المعيزة سمعت صوت اذا سمعت صوت تلك الادات الصوتي امتبعت الحال من بعيد في وادي ومام مام مام ان ترامب صونا بيان لوان دون لا فالي يعني انها سمعت لصوت بعيدا جيدا من هاد الوادي من الوادي كان انهم كان انهم 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 سيدي سيدي طىpl انسح التعبير. انه كان هادق ميسيو سوغا الطيب. كان هادسية الطيب اللي هو ميسيو سوغا. اذا سالفرب طنتي. طنتي يعني حوالك. كي طنتي. انكار الذي كان يحاول. يعني مرة اخرى. يعني مجهود. كان يحاول المجهود الاخير ان صح التبير. كان يحاول مجهودا اخيرا. انه كان يقوم بمجهودين اخير. لاستعادة المعيزة. اذا ستصبح ميسيو سوغا. كي طنتي. كي طنتي سالفرب طنتي. انكار. ان دعني افور. اذا الذي كان يحاول مرة اخرى. ايضا. ان دعني. ان دعني افور يعني. المحاولة الاخيرة. او الجهد الاخير. لفور. وهو فزي لولو. يعني هكذا كان يصح الذئب. فزي يعني فعل الذئب. وهو هكذا فعل الذئب. ولكن هنا امر. يعني ارجعي ارجع. 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 اذا ارجع. 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 الاستبل. وكأن هذا الصوت يقول لها. عودي عودي. غوفين غوفين. خيلة ترامب. اذا انطبعت الحل معيزة هناك. من جهة. بدأت تسمع هذا الصوت. ومن جهة اخرى. بدأت تسمع. صوت الذئب. كأنها بيناق. يعني. كأنها بيناق. امريني. يتجادبانها. هذا هو المقصود. هناك صوت. يريد القضاء عليها. وهناك صوت يريدها. وهناك صوت طبعا الحال يريدها. ان تنجو بنفسها. روبع. اذا روڑ predicted. حرق. بلانكات ينجي. يعني. reveal العنقات كان عندها الرغبة لفهenges بالقضاء عليها. ولكن. نن Poolى ANGELar walware. كأنها ارجع اللہ مكمنين قال. حرق الأمر فى انجو بنفسها. بلانكات تنجر بوا فى أنجو بنفسها. نفس اجبر طبعا الحال. مينا ماتلن الوحام بعد البقاء تكون على الجيلد ماتلن سوداء انا نسمى هنوي يعني نسمى بلوغ العربية الوحام انا بلانكت اي هنوي يعني انا بلانكت كان عند الراحباك de revenir انا نتكون بسي سيسي موكون افعار دانجولون جي تي إلي نوزم فوزوت إلزور إلزور إذن بلانكت إيه أمري دو روهنير مي ولكن إذن هي كان عند الرغبالي لأودا مي أن سو رابلان ولكن عندما هي تذكرت سو رابل إذن تذكر إذن أن سو رابلان لبيو إذن عندما هي تذكرت ألواتد ولكن بتذكره ألواتد مي أن سو رابلان لبيو إذن كما نرى هنا بأن المائزة كانت توريد لأودا عندما سمعت هذا الصوت ولكن عندما تذكرت لبيو كما نرى في الصورة ومن عمر الحركة إذن هي مدفعالت أن سو رابلان لبيو لأكورد لأكورد يعني حبل الذي تربط فيه لأهيد يكلو يعني لأهيد يكلو يعني وسياج وسياج المزرع أن محبوسة داخل السياج لا يكلو وسياج المزرعة أل بانسا طبعا لذلك قلنا أن يعني في الوقت الذي تذكرت في هذا قامت بفعل آخر لذلك نأتي بهذا أن نأتي بهذا أن طبعا لذلك لنوضيف هذا الفعل وهذا الفعل يختم بهذا أن نأتي نسو رابلان يعني بتدكور كدا وكدا قامت بكدا وكدا إذن نسو رابلان لبيو يعني بتدكور الواتد لأكورد يعني الحبل لأهيد يكلو يعني وسياج المزرع إذن هي فكرت كمانتنان بأن الان أل نبو لن تستطيع أل نبو يعني أنها لن تستطيع إذن أل پنسا كمانتنان إذن هي فكرت بأن الان أل نبو بل سوفر أسات في بأنها لن تستطيع جعل نفسها أسات في يعني في هذه في هذه الحياة إذن في تلك اللحظة عندما تذكرت هذا الأمر أل پنسا إذن هي بدأت تفكر في ماذا كمانتنان بأن الان أل نبو بل يعني هي لن تستطيع سوفر فر كالكو شوز يعني أنك تقوم بعمل ما أنك تفعل شيئا ولكن سوفر يعني أنك تجعل نفسك إذن هي ماذا فكرت هنا هي فكرت بأنها لن تستطيع جعل نفسها أسات في إذن أل نبو في بلي سوفر أسات في أكيل فالي ميو سوفر فالواغ أنك تقيم شيئا يعني أنه أحسن قيم هذا وبأنه بأنه من الأفضل أكيل فالي ميو من الأفضل طب الحال عندما نقول من الأفضل يعني أنك تقارن بين قيام معينة طب هذه الحال هي تقارن هنا بين قيام في العيش إن صح التعبير إذن أكيل فالي ميو وبأنه من الأفضل غاستي سوفر فالواغ فالواغ يعني أنك تعطي قيمة لشيء تقول بأن هذا الكأس يسوي كذا وكذا في قيمته أو أن هذا القلام يسوي كذا وكذا من الدراهم إذن أنك تعطيه قيمة إذن هذا فالواغ أيضا من بين المعاني لفالواغ أنك تجهز شيئا أنك تعطي لشخصا تملك شخصا أنك تملك شخصا أيضا ممكن أن لفالواغ يأتي بهذه المعنى ولكن هنا بطبيعة الحال بأنه هذا يسوي أحسن وبأنه من الأحسن البقاء إذن لا تخامب نصن بلي لا تخامب طبع الحال تلك الأدات التي كان ينفخ فيها ميسي سوغا لتعود المعز بطبع الحال إذن ميسي سوغا هنا توقف إذن لا تخامب كأننا نقول بأن هذا الخرطوم أو هذه الأدات طبع الحال أنها لم تصدر صوتا إذن لا تخامب نصن بلي لم تعود طبع الحال أنها تبعت صوتا لا شعب دعيير آل إذن لا شعب أنت سوغا يعني سمع لا شعب أنت يعني أنها سمعت دعيير يعني وراع آل يعني وراع يعني وراع آم بغوي يعني صوتا دفوي يعني صوت أوراق يعني أن أوراق نباتت بجانبها قد أصدرت صوتا هذا يعني بأن شيئا ما حرك هذا هو المقصود آل ستوغنق إذن هي استدارت آل ستوغنق صوتا يعني استدار إذي طبع هات الحال هي استدارت فراءت صوتا إذن بالنسبة لفرب لن نقول أفوار هذا كفعل آخر تيجي بعد مرات كفعل المساعد هنا نتكلم عن لفرب يعني راء وليس أفوار إذن نقول ظوغاية يعني أنها رأت أدونان يعني أدون وأدون لغاي يعني الأدون دوزوغاية يعني أنها رأت أدونان كورت يعني أنها رأت أدونان قصيرتان يعني أنها جد مستقيمة يعني أنها رأت من خلال الظل طبعا الحال المبسوط على الأرض رأت ماذا؟ إذن رأت أدنان قصيرتان ولكنهما مستقيميتان مع أعين يعني مع عينين كغلويزي سالفرب غلويغ يعني لمع إذن كغلويزي يعني التي كانت تلمع إذن لوفرب غلويغ كما نرى في الانتication أقول ما دا جوغلويزي أنا كنت ألمع تغلويزي أنت كنت تلمع إلغلويزي هل غلويزي نغلويزيون فغلويزية إلغلويزي يعني الأعين أو العينين غلويزي يعني أنها كانت تلمع إلغلويزي سيطلو إنه كان الذئب هذا الذي حدّرها منه مرارا وتكرارا وحكّلها بطبع الحال القصص إذن هي الآن أمامها الوحش إذن سيطي لولو سيطي لولو إذن كومي تصابي بيان عندما هو عرف جيدا كومي تصابي بيان سلوه ربصفوه كومي تصابي بيان كيل لامانجري يعني بأنه سيأكلها بطبع الحال كومي تصابي بيان كيل لامانجري طبع الحال هذا الفرب مانجريicar في الكنديسيون要 بخزون الكنديسيونال بخزون تيجي اللي تيدلع له وحد الفيعل بأنه غا وقع ولكن شاريطة انه يوقع وحد الفيعل آخر هنا تستعمل طبع الحال الكنديسيونال بخزون أو أنك تطلب شئا باحترام هذا الفيعل الذي ستستعمل لهذا الغراب إذن ستستعمل طبع الحال في الكونديسيونيال بخيزون أيضا الكونديسيونيال بخيزون من ضيمن ما يأتي من أجله بطبع هذا الحال أنه يأتي للدلالة على أن هناك فعلا ربما يحدث يعني هناك فعل يحدث ولكن هناك شك ربما لا يحدث ممكن أنك تقول بأنه غدا سيسقط المطر ولكن ممكن أنه لن يسقط متوقع الحدود مثلا يعني ممكن أنه يسقط المطر غدا أو أيضا كما قلناك للدلالة على الاحترام وعلى طلب الشيئين يعني باحترام فتقول مثلا بطبعي فرم المطر يعني من فضلك ممكن أنك تغلق الباب إذن هنا تستعمل الكونديسيونيال بخيزون طبعا تحال الكونديسيونيال بخيزون تم نأخذو الغاديكال للفتور يعني تنبشو لفتور سامبل ديال الفيرب اللي غنديرو في الكونديسيونيال بخيزون تم بشو لفتور سامبل ديالو وتنأخذو فقط الغاديكال يعني الحروف الغير متغيرة في الصرف ثم نضيف لها مدى لترمي نيزون نضيف لها لترمي نيزون ديال لام برفي إذن هذا كيف رجل تحصلوا على الكونديسيونيال بخيزون كما نرى هنا إذن كم يلصابي بياه كيل لامانجر طبعا تحال عندما رأى بأنه سيأكلوها احتمال كبير بأنه سيأكلوها لولو يعني أن ديب نسو بخيزي با في الفرب سو بخيزي أو بخيزي ولكن عندنا هنا لفرب سو بخيزي لفرب بخيزي طبعا تحال أنك تضغط على شيء إلى آخره سو بخيزي أنك تسارع أنك أنك تحمل نفسك على فعل شيء يعني بسرعة إذن لولو نسو بخيزي با إذن ديب لم يلزم نفسه لكي يسارع في المعركة طبعا تحال مع المعزا طبعا تحال عندما ضامناها لم يكن في عجلة من أمره حتى يسارع لينقضى على المعزا إذن لولو نسو بخيزي با إذن ديب إذن ديب لم يكن في عجلة من أمره سوالما يعني فقط عندما هي استدارت إيل سومي إيل سومي هو بدأ طبعا تحال هنا نتكلم عن إيل عن المعزا وهنا نتكلم عن ديب نتكلم عن إيل إيل سوغطوغنق هي استدارت فقط هي عندما استدارت إيل سومي آغير سوفر بماتخ هو وضع ولكن عندنا لوفر بماتخ طبعا تحال كين في باسي سامبل ولكن ما عندناش لوفر بماتخ بوحدو عندنا سوماتخ أ طبعا تحال هاد ماتخ ما تيجي في السيغة بيت شكل سوماتخ أ كما نرى هنا طبعا تحال ممكن أنه يصرف في أزمنة معينة من غير باسي سامبل أنه تبقى في هاد السيغة طبعا تحال ديال سوماتخ أ إذن عندما تكون عندنا السيغة هنا يتغير إذن تتغير المعنى ديالوتي وليش نوع بدأ إذن إيل سومي أ يعني هو بدأ في الضحيك إيل سومي أغير يعني أنها وآخيرا وقعت في شباكه هذا هو المقصود بدأ الضحيك طبعا الحال مشامو يعني أنه بدأ يضحك مشامو نقول عن شخص يعني أنه يعني أنه يعني أنه شرير إذن هو بدأ يضحك بشر هذا هو المقصود إيل سومي أغير مشامو إذن ها ها لいきます يعني ها ها معيزة مسيسو جه الصغيرة إذن طبعا الحال سامعت صوت الأوراق النذيء بخراجا من بين ها الأوراق بين ها الأشجار طبعا الحال فسامعت صوت الأوراق رأت أدنان قصيرتان في الضل طبعا الحال على الأرض يعني أنها قصيرة وجد مستقيمة إذن وراءة بطابعة الحال عينان تلمعان إذن هنا سنرى ماذا سيحدث لدي المعيزة بطابعة الحال مع الذئب إذن بلانكات يعني بلانكات المعيزة سوصانتي أنها أحست بنفسها باغ دي سالغرب باغ ده يعني أحست أو شم بطابعة الحال هنا بمعنى حسا أحست بنفسها السنتير سسنتير باغ دي يعني أحست بنفسها مفقودة نتكلم عن باغ ده هناك باغ دي بلانكات سوصانتي باغ دي أهل تنبا أهل تنبا أنقارد أهل تنبا أنقارد بطابعة الحال هذه عبارة كدق ولكن لنفسر الكلمات يعني أهل تنبا يعني هي سقطت لفرب تنبي سالفرب تنبي أهل تنبا أنقارد نقول عن شخصين بأنه أنقارد يعني في الحراسة هذا هو المقصود في الحراسة لا قارد يعني الحراسة سالفرب قاردي قاردي أنك تحتفظ بشيء تحرصه إذن سالفرب قاردي هذا اللي تجي من النق تجي منه كلمة قارديا يعني الحارس لو قارديا إذن أهل تنبا أنقارد يعني أنها يعني أنها سقطت في الحراسة وجدت نفسها ساقطة فد لكي تدافع نفسها وفجأة وجدت نفسها في الدفاع والحراسة والدفاع عن نفسها عموما عندما نقول طنبي en garde أو نقول سمتر en garde أو نقول أتر en garde مثلا جسوي en garde ديه en garde أو أنتخي أنتخي en garde هذه كلها أفعال ممكن أنها تأتي قبل en garde لتعطي نفس المعنى تقريبا وهو سمتر en position يعني أنك تجعل نفسك سمتر en position يعني أنك تجعل نفسك في وضعية دفاع يعني في وضعية الدفاع خي أنك تكون مستعد أسبير إن أطاك يعني أنك مستعد لتتلقق هجوما عندما تكون مستعد لمواجهة حد الهجوم إذن أو أنك تكون أو أنك تكون في وضعية دفاع طب هات الحال دفاع لأن هناك هجوم إذن هنا نقول ماذا entre en garde أو être en garde أو سمتر en garde أو tombe en garde كما عندنا في النص إذن طب هات الحال المعيزة كما رأينا وفجأة وجدت نفسها في مواجهة هجوم الذئب إذن فكان عليها أن تأخذ وضعية الدفاع عن نفسها من الذئب لطيت باس يعني لطيت يعني أن الرأس في الأسفل لماذا؟ لكي توجه قرونها إلى الذئب لطيت باس يعني الرأس في الأسفل لطيت كلمة مؤنة لذلك قلنا عنها باس لو كانت عندنا كلمة مذكرة هنا لقلنا عنها باق مثلا مثلا الرجل في الأسفل باللغة الفرنسية مذكر على كورن والقرون على كورن والقرن نجح بصفة المفرد على كورن والقرن على الأمام يتوجه إلى الذئب كما قلنا إذن المقصود بها هو شخص أسطوري بطبيعة الحال كما يأتي في بعض القصص المقصود بطبيعة الحال هو الغول هو كل تلك الشخصيات التي تأتي بوجه قبيح أو أننا نعني بشخصا قبيح الوجه أو نقصد بطبيعة الحال كما في حالتنا الوحش إذن بطبيعة الحال سابونسة بطبيعة الحال أنه يقدم نفسه أنه جعل نفسه تتقدم المقصود هنا أنه تقدم تقدم إلى الأمام إذن بطبيعة الحال سابونسة ألي بتيت كورن أنتخير يعني أن الوحش تقدم ألي بتيت كورن والقرون الصغيرة يعني بطبيعة الحال متعلقة بالمعيزة أنتخير يعني أنها دخلت يعني هاتي القرون أنها دخلت للمعركة هذا هو المقصود يعني أنها دخلت في الرقص بدأت تتحرك يمنتا ويسرتا إلى الأسفل إلى الأعلى إذن وكأنها ترقص ترقص طبعا الحال مع تحركة الذئب الذئب طبعا الحال هو يحاول أن ينقض على المعيزة من الجهة الضعيفة ولكن المعيزة طبعا الحال حيثما استدر الذئب تدور معه تحرك طبعا الحال وكأن هذه القرون أنها ترقص والقرون الصغر أنها دخلت أنها دخلت في الرقص يعني أنها دخلت للرقص طبعا الحال وكأنها دفعت دفعا لهذا الرقص لكي تواجه الذئب وكأنها ترقص طبعا الحال كم هنا لا تأتي لتشبيه ولكن تأتي بمعنى كم بيا يعني كم كم هي ذهبت له دو بان كور يعني كأننا نقول بروح رياضي يعني أن الإنسان يسمح لك في شيء أو أنه أنه يمنحك شيئا يعني بقلب طيب دو بان كور المقصود هنا بطبعا الحال عندما نتكلم عن كوميليالي يعني هي ذهبت لمعركة يعني كم هي ذهبت لهذه المعركة بقلب طيب هذا هو المقصود ولكن عندها معنى آخر عندما نقول عن شخص بأنه تعاطى لعمالين دو بان كور يعني أنه تعاطى له بدون رجعة هذا هو المقصود يعني أنه تعاطى له بقلب وعن قناع وبطيب قلبين أنه بادر لهذه العمل عن طيب قلبين وبدون رجعة طبعا الحال هاته المعيزة هي ذهبت لهذه المعركة بطيب قلبين وبدون رجعة يعني أنه أخذت المعركة بدون أن تتردده بدون أن تفكير في الهروب أو أن تفكير في العودة عن هذا المعركة التي أخذتها مع ذيب كوميليالي دو بان كور إذن إليالي دو بان كور يعني المقصود بيع نيكوناميزي نيلمان سي فوكس الرب إيكوناميزي هي اقتصادق يعني أن الإنسان يقتصد في الإنفاق أنها لم تقصر يعني أنها لم تقتصد في قوتها أنها أنفقتها كلها يعني أنها وجهت الذئب بكل قوتها آه لا بغاف شيف غيرت يعني إيه على المائزة الصغيرة الشجاعة كامل يعلي يعني كم هي ذهبت له بدون رجعة وبدون أن تقتصد في قوتها يعني أنها كانت تواجهه مواجهة قوية يعني أكثر من عشر مرات يعني أنها كانت تجبر يعني أنك تجبره يعني أنها كانت تجبر يعني القوة الفرصة للوقع يعني أنها كانت تجبر الذئب آه ركلي ليتراجع لكي يأخذ آه ركلي آه ركلي يعني أنها كانت تجبر لكي يأخذ نفسا المقصود هنا ليأخذ استراحة إذن أكثر من عشر مرات أنها كانت تجبره لأنها كانت تتعب المقصود بأنه يأخذ يعني أنه يأخذ نفسا أو يأخذ استراحة إذن هي أكثر من عشر مرات أنها كانت تجبره لكي يستريح هذا استمر كل الليل طيب بعدها لو فارب دوري في الباسي سامل يعني دوري يعني أنه استمر أو دام جو دوري يعني أنا دوم تو أو استمر يتوق إلى آخيره جو دوري تدورا إل دورا نو دورام و دورات إل دوراغ إل دوراغ إذن هذا لو فارب دوري في الباسي سامل ولكن في الفيتور سامل ب Sharon لم يقع ولا نقول فالفتور تنخليه الفعل كما هو فنضيف له الترمي نزول معروفة في الفتور سامبل اذا دوري كما نرى هنا دوري اغرفة نضيف لها اي وبطبع دلحال هاد اي تتغير مع باقية البرسون ت دورا إل دورا إذا عندنا في البعث المسيساب الدورا وليس الدورا كما هنا إذا سيدوم في المستقبل ندورا فو دوري إل دورا إل دورا إل دورا إذا سولا دورا إذا هاد هاد سولا هادا استمر هذا المعركة سولاد يغرق توت لانوي يعني هذا استمر كل الليل لين أبخل الاطر يعني واحدة تل والأخرى لين أبخل الاطر يعني واحدة تل والأخرى يعني واحدة تل والأخرى لزيتوال ستنيغ لزيتوال يعني النجوم ستنيغ يعني أنها كانت تنطفئ إذن عندنا الفرب ستندغ ستندغ إتندغ بطبع الحال هو أنك تطفئ شيئا تطفئ نارا مثلا هذا الفرب إتندغ ولكن هنا النجوم هي التي تنطفئ إذن سنضيف قبل هذا الفعل س لزيتوال ستنيغ يعني أن النجوم كانت تنطفئ واحدة تل والأخرى ممكن أننا نقول لزيتوال ستنيغ لين أبخل الاطر يعني أننا نقلب الجملة ولكن هنا الكاتب بطبع الحال بدأ أبلين أبخلوط لكي يركز على تتابع يعني الإطفاء يعني تتابع الإطفاء إن صحت به يعني أنه يركز على يركز على الفعل ولم يركز على النجوم هنا يريد التركيز على الفعل الذي قامت به النجوم ولا يريد التركيز على النجوم ولو أراد التركيز على النجوم لأسبق لجعل لزيتوال ستنيغ هي الأولى إذن لين أبخل الاطر لزيتوال ستنيغ بلانكات غدوبلا يعني أن بلانكات تضاعف سالوفيرب غدوبلي يعني أنه ضعفة سالوفيرب غدوبلي يعني ضعفة إِلَنَ بلانكات غ–دوبللا دوكو يعني أنها كانت تضاعف الضربات دوكوغن يعني أنها كانت ضعف ضربات كانت تضاعف ضربات القرن يعني أنها كانت تضرập وتضاعف هذا الضرب تو骑ذى الحال في مواجهات الذئب يعني أن كانت تضايب ذئب بقرنيها وفي الأخير أنها ضاعفت من هذا الضرب لولو يعني من جهته لولو يعني ذئب دوكو دو 2000 يعني أن الديب أيضا هو أيضا ضعاف ضربات ولكن ماشي كون هو ليس له قرون طبعا الحال له أسنان لذلك قلنا هنا لولوغ دوبلغ دوكو دوضون يعني أنه كان يعضها أنه كان ينهش بأسناني طبعا الحال ذلك النهش طبعا الحال هي ضربات من نوع آخر إذن ذلك النهش أو ذلك العض الذي كان يقوم به طبعا الحال ذيب من جهته لأنه يملك الأسنان طبعا الحال على العكس المعيزة إذن لولوغ دوكو دوضون يعني أن الديب ضعاف من ضربات الأسنان إن ليوغ طبعا الحال ليوغ هو الضوء الخافت يعني هو الواميد واميد الضوئي إن ليوغ يعني واميد ضوئي بال يعني شاحب وخافت يعني طبعا الحال نتكلم عن الفجر الفجر أيضا نسميه ليوغ يعني أنه ذلك الضوء المنبعد في بداية اليوم يبدأ يبدأ ضوء خافت يبدأ ضلام الليل إذن هذا هو الواميد الضوئي يسمى اليور إذن إن ليور يعني ضوء يعني ضوء خافت أو واميد ضوئي بال يعني شاحب وخافت باري سيربر بارة يعني أنه ظهراء a l'horizon يعني أنه ظهراء في الأفق إذن إن incorporated pari à l'horizon يعني أنه ظهراء في الأفق يعني بعيدا في الأفق لشان دان كوك يعني غيناء ديك طبعا الحال سياح ديك نقول لشان لشان دان كوك كأنه نتكلم عن طبعا الحال عن ديك يغني ولكن المقصود ان هذا الدك انه يصيح اذا لشان دان كوك يعني سياح ديك منطق يعني انه ساعدة يعني جاء من مكان معين منطق هذا الفرب منطي يعني ساعدة دين يعني ساعدة من اي مكان دين ماتاري دين ماتاري ماتاري بتبعا الحال كما سنرى ماتاري كما نرى ستان دومين اغريكول يعني هو مجال يعني هو مجال فلاحي يعني أنه مستغل اكس بلواطي اذا اكس بلواطي باع ان ماتاري اذا هذا ماتاري التي رأينا الآن والتي جاء منها سيح ديك هي واحد المجال كما نرى مجال يعني فلاحي يعني أنه مستغل يستغل شخص يسمى ماتاري مامان ماتاري ماتاري كما نرى في الأسفل هو مزارى مزارى ولكن يزرع الأرض الشخص الذي يملك المزارى يسمى مزارى في اللغة العربية المزارى الذي يزرع الأرض هذا يسمى وتر يكتر loca-tera يعني مكتées تاجي من فعل loe الظرب loe يعني quetera كانت اتكرية وحد لاية لذلك εί ذنك هذه السيد التي تتري هذ من لها واحد سيد موليها سيد تريد هذ الا развит من عنده وهذه الأرض تت Ьه ميتاي ميتاي لبطب تكره مقابل دفع كرة او مقابل كما نسمى في اللغة الفرنسية ايضا مطياج 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 يعني انك تتعطي واحد الارض يستغل لواحد السيد ولكن من التي يخرج لغلالها تقسمها مع مول الارض مول الارض تعطي الارض بالنص لشي واحد السيد اللي تستغل الارض تتسمى مطياج ايضا ايضا اذا وهذا السيد اللي تمرك الارض يتسمى بخو بخياته يعني اماريك الارض اذا هذا الفلاح المزارع الفرنسية او ممكن انه يكتري منه اذا هذا الشخص احيانا انه يستغل الارض مقابل انه يدفع لصاحب الارض نصف الغلق اذا هذا يسمى مطياج الارض التي تتم عليها هذه العملية تسمى مطياج ايضا هي دومان اغريكول اكسر بالواطي انه مستغل باران مطياج الذي قلنا عنه الان باتيمو دو سودومان او باتيمو دو سودومان ممكن ان هاد مطياج ممكن نطلقها على هاد الساكان المتعلق بهذا الارض اذا ممكن نسمى هاد الساكان ممكن ان هاد مطياج نطلقها على الضيعة ككل يظهر في السرق والمتعلق بالارض التي تتم عليها عمليات مطياج اذا ان الارض يظهر على الوريزون يعني اظهر في الافوق يعني غناء يعني صياح ديك منطق يعني انه صعادة دين مطياج يعني انه صعادة من هاد الارض التي تكلمنا عنها الان تسمى مطياج أنفا وآخيرا ديلا بوبغ بات يعني قالت يعني الدابق المسكينق طبعا المقصود به هنا المعزا إذن هي قالت أنفا وآخيرا يعني هذا الذي كان يحذر منهم سوسقا أنفا يعني وآخيرا ديلا بوبغ بات يعني قالت الدابق المسكينق التي كنتندЕ بلي التي لم تعود تنتده سالفرب أتند التي لم تعد تنتظر التي لم تعد تنتظر كإلا لجوء إلى النهار لكي تموت إذن هي في انتظار أنه يظهر النهار وضوء الشمس حتى تموت إذن في انتظار هذا الأمر هي قالت الكلمة قالت الدابة المسكينة التي لم تكن تنتظر التي لم تعد تنتظر كل جوء إلى اليوم إلى النهار مغير لكي تموت ثم أنها تمددت ثم أنها تمددت أنه يتمدد يعني أنه تجبد في المكان يعني أنها هي تمددت على الأرض يعني أنها تمددت على الأرض لأنها أنهيكت من ضربات الديب يعني في صوفها الجميلة في فرويا الجميلة الذي ذكرناه فيما سابق والذي كان جميلا يشبه هو بلوند إلى آخره بذلك المنظر الجميل الذي يعود لهذه المعيزة التي أتبه إذن في هذا الهيئة الجميل في هذا الفرو الذي تلبسه المعيزة الجميل إذن هي سقطت على الأرض تنصبها الفغير يعني سقطت على الأرض في هذا الفرو طاشي ولكن طاشي يعني أنه ملطخ سنوارب طاشي أنه ملطخ ملطخ بماذا؟ دوسون أنه ملطخ بالدم ألوغ لولو إذن في تلك اللحظة لولو سجوطة يعني أنه ارتمع جوطة كالكوشوز يعني أنك ترمي شيئا ألوغ لولو سجوطة سيوغ لبتيت شافر يعني أنه في تلك اللحظة وفي تلك اللحظة الدئب يعني ارتمع على المعيزة الصغيرة ألا مونجا ثم أكلها إذن هذا فيما يخص هذه الحلقة المتعلقة بقصة مسيسوغا وكيفها كانت نهاية هذه المعيزة الآخرة التي أتى بها مسيسوغا والتي كان يظن بأنها لا تشبه المعيزات السابقة بطبيعة الحال وبأنها ستألف العيشة معه لكن للأسف هي أيضا نفسها كانت تريد الخروج إلى الجبال وبطبيعة الحال نتيجة لتجاهلها لنصائح مسيسوغا ولعدم تقديرها لحقيقة الأوضاع على الجبال فكان مآلها بطبيعة الحال مأساويا كما رأينا إذن هذا ما يخصت للقصة حياكم الله وإلى اللقاء وإلى اللقاء بك